مشاهدين نذكركم بأبرز الأخبار العاجلة المرصد السوري يقول للمرة الثانية خلال 24 ساعة استداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو شرقي سوريا والمرصد كان قد أفاد قبل دقائق قليلة باندلاع اشتباكات مسلحة بين مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا معي الآن من مدينة كوفنتري البريطانية الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ رامي أبدأ معك فيما يتعلق باستهداف القاعدة الأمريكية أي تفاصيل نعم مساء الخير طبعا استهداف هذا اليوم أعلى في الاستهداف الأمس نحو عشر صواريخ سقطت في منطقة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز تبع على ذلك رد أمريكي مباشر بالقصف المدفعي هذه المرة على مناطق انتشار الميليشيات الإيرانية وقوات النظام في ضفاف الفرات الغربية أي أن هناك تصعيد واضح من قبل ميليشيات إيران على القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية بعد زوقف استمر حقيقة الأمر لأسابيع طويلة ولكن خلال 24 ساعة هذا يعيدنا إلى ما كان عليه الحال قبل أشهر عندما كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات إيران على القوات الأمريكية لا نعلم إلى أي مدى سوف يستمر هذا التصعيد ولكن اليوم القصف كان أعنف من قصف أمس عندما تهدفت قاعدة كونيكو بنحو ثلاثة صواريخ ولكن اليوم الاستهداف بدفع واحدة من عشر صواريخ دون أن تزمك القوات الأمريكية من أي إسقاط أي صاروخ من الصواريخ التي سقطت على منطقة حقل كونيكو للغاز هذا التصعيد من متى لم يحدث سيد عبد الرحمن حتى نوضح أكثر للمشاهد منذ أن ردت الولايات المتحدة الأمريكية وقتلت أعداد كبيرة من الميليشيات الإيرانية بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن كان هناك تصعيد أمريكي قتل عدد من الميليشيات الإيرانية بعدها توقفت أو باتت شبه معدومة الهجمات ضد القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية ولكن أن يعاد بالتزامن مع ما يجري في العراق الاستهداف لقاعدة كونيكو للغاز هذا يدل بأن الأوامر أعطيت بشكل واضح من قبل الإيران أو الحرارة السوري الإيراني لهذه الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية لكن دعنا أن لا نفصل عن ما يدور في القاعدة الأمريكية ومما يدور في الشمال السوري والتقارب الذي يتحدث عنه البعض ما بين النظام السوري والتركي قد يكون الأمر هو تحضيرا لعملية ما من قبل ميليشيات إيران ضد مناطق شرق الفراد بالتزامن مع استهدافات تركية ومعارك مستمرة منذ عدة أيام في ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي ما بين القوات يعني مجلس منبش العسكري والقوات الكردية من طرف يعني أستاذ رامي نتوقع تصعيدا أكبر إذن الواضح بأن هناك تصعيد مستمر حقيقي الواضح بأن هذا التصعيد مستمر ليس رسال مثل ما توقعنا أمس ما بين الإيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يكون الأمر هو الثاني خلال 24 ساعة هذا يدل بأن هناك تصعيد حقيقي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات الإيرانية في التراب السوري نعم وأذكر بما تتحدثون عنه في بياناتكم أيضا في تحليق مكثف للمقاتلات الأمريكية في أجواء ريف دير الزور في هذه اللحظات أستاذ رامي أي تفاصيل من عندك حول هذا الأمر أيضا التحليق هو مستمر لم يستهدف حتى اللحظة أي بقعة من سيطرة الميليشيات الإيرانية وأيضا دعنا نذكر بأن الضفاف الفرات الغربية هي تحت السيطرة الإيرانية بشكل شبه كامل مع تواجد لقوات النظام في هذه المحافظة السورية في دير الزور بينما الضفاف الشرقية يوجد فيها على الأقل قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر النفطي وفي حقل كونيكل للغاز هناك قواعد أمريكية أي أن هناك تقاسم للنفوذ بين قوات الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني نعم ونذكر أيضا بأن هناك كان السهداف لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق أيضا قبل 24 ساعة تقريبا وهذا السهداف أيضا كما ذكرت المصادر بأنه طال محيط القاعدة ونذكر فقط بما ذكرته سيد رامي إذن هذا الاستهداف تصعيد لافت على قاعدة كونيكو في سوريا أكثر من عشرة صواريخ وأيضا هناك تحليق مكثف للمقاتلات الأمريكية في أجواء ريف دير الزور وبالطبع سأعود إليك في حال ورود أي تفاصيل جديدة حول هذا الأمر كل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات والإضاحات من مدينة كوفنتري البريطانية قال أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسانة ترجمة نانسي قنقر